السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي المشاهدين مرحبا بكم في تاني عدد من برنامج كل يوم عشبة اليوم رح نتحدث على عشبة تانية اللي هي عشبة الشامل ولي من اهم مكوينتها هي حبة البركة بسيق عشبة الشامل متكونة من عدة مكونات او اعشاب اللي نتكون منها البابونج الميرامية اكستيرو الان رح نكتشفوا مع بعض طريقة تحضير عشبة الشامل مع ذكر اهم فوائد حبة البركة اللي هي من اهم مكوينت هذه العشبة المختص في تخليط الاعشاب رح يقوم بالعامل دياله خلوني نعطي لكم معلومات على حبة البركة وليطلق عليها اسم الحبة السوداء او الكمون الاسود اسمها العالمي البلاتينية او نانسيانتيفك ديالها سينيجيلا ساتيفا هي عشبة حولية عندها ساق منتصبة مرتفعة واوراق دقيقة عميقة الفصوص وازهار زرقاء الى رمادية لديها ايضا قرون وبدور مسننة منطنها الجزيرة العربية والمشرق العربي المغرب العربي وايران الهند وباكستان تزرع كذلك حبة السوداء في كثير من انحاء اسيا ومنطقة حوض البحر الابيض المتوسط من بين فوائد الطبية للحبة السوداء نذكر الصداع تنشيط الدهن والسرعة في الحفظ هي كذلك مليحة لامراض النساء والولادة تصلح للأسنان والألام اللوزتين والحنجرة هي صالحة كذلك لارتفاع ضغط الدم لإدابة الكوليستيرول في الدم للالتهابات الكلوية لتفتيت الحصى وطردها للمقص المعاوي للإسهال للغازات والتقلصات الحموضة القولون لأمراض العيون إلى آخره كذلك تصلح لطرد الديدان للضعف الجنسي لحب شباب ولكل أمراض الجلدية ومن المؤكد أنه يوجد كمية معينة موصبها يوميا لاستهلاك هذه الحبة السوداء يحضر المبالغة من استخدامها من قبل المرأة الحامل لأنها قد تسبب في الإجهاض كما يحضر من استخدام حبة البركة كبديل لأي علاج آخر قد أوصى به الطبيب المعالج إلا أنه ينصح باستخدامها كعامل مساعد في حالات الوقاية والعلاج كما قال رسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام عليكم بهذه الحبة السوداء فإنها فيها الشفاء لكل داء إلا السام الآن ننتقل إلى مرحلة تابئة العلبة بالأعشاب أو مكونات العشبة الشامل كما راكم تلاحظوا الزامير سيقوم بتابئة مع الحفاظ على الوزن الخاص أو وزن معين كما راكم تشوفوا هذه هي عشبة الشامل اللي لسقنا لها سيكارز لها ومكتوب عليها طريقة لأخذ هذه العشبة مثلا هنا نقرأ لكم تغلى ملعقة صغيرة في كوب ماء ساخن يصفى ويشرب على الريق صباحا مكتوب تاني الكمية اللي را هي موجودة داخل العلبة المكونات ارقام الهاتف هذه العشبة تأخذ مع الجرعة جرعة خاصة بمرض معين ونمدوها بالضبط في الحالات النفسية خاصة بالاكتئاب بالضيق من البيت القلق وكل أمور النفسية وتابعونا في الحلقة الموالية مع عشبة جديدة ومكونات جديدة اشتركوا في القناة